بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الدرس الخامس من الوحدة الرابعة نتناول في هذا الدرس الحالة الثانية من حالات تغير شركاء في شركة التضامن وهي حالة خروج شريك مع استمرار الشركة فقد يتفق الشركاء في شركة التضامن على خروج شريك من الشركة ويتم ذلك بالصور التالية الصورة الأولى التي تخفيض رأس مال الشركة بنصيب الشريك الخارج بمعنى أن يأخذ الشريك الخارج نصيبه من أموال الشركة ويستدعي ذلك الأمر تخفيض أصولها ورأس مالها بنصيب هذا الشريك مثال شركة التضامن يمتلكها زيد وعمر وعدنان تمتلك أصولا بمبلغ 4 مليون ريال وعليها ديون تبلغ مليون ريال قرر زيد بالاتفاق مع بغية الشركاء أن يترك الشركة ويأخذ نصيبه من أصولها مع استمرار الشركاء بأنصبتهم فقط بمعنى أن يتم تخفيض رأس مال الشركة بنصيب الشريك الخارج وهؤلاء الشركاء يمتلكون رأس المال بالتساوي المطلوب تسجيق قيودة اليومية اللازمة في هذه الحالة يكون قيودة اليومية اللازمة قيودة اليومية اللازمة من حساب رأس مال الشريك زيد إلى حساب الأصول بمعنى أنه أخذ نصيبه البالغ مليون ريال بعد خصم الديون وصول الشركة 4 مليون ريال تم خصم الديون مليون ريال أصبح الباقي 3 مليون ريال مقسم بينهم بتساوي كل شريك مليون ريال زيد مليون ريال وعمر مليون ريال وعدنان مليون ريال وزيد نصيبه مليون ريال وخرج من الشركة أخذ نصيبه من الشركة وبالتالي يتم تسجيل قيد اليومية كالعاتي مليون ريال من حساب رأس مال الشريك زيد مليون ريال إلى حساب الأصول الصورة الثانية هي شراء الشركاء نصيب الشريك الخالج على أن يبقى رأس مال الشركة كما هو قد اتفق الشركاء أن يتم على أن يشتروا أن يقوم بشراء نصيب الشريك الخالج وفي هذا الحال فإن هذا الاتفاق لا يجعل الشركة طرفا في التدفقات النقدية باعتبار أن هذه التدفقات تمت بين الشركاء أنفسهم فقط الذي تتأثر به الشركة هو أن يظهر فيها ما يفيد بنقل حصة الشريك الخارج إلى الشركاء الباقين مثال شركة تضامن يمتلكها زيد وعمر وعدنان بالتساوي تمتلك أصولا بمبلغ 4 مليون ريال وعليها ديون تبلغ مليون ريال قرر زيد بالاتفاق مع بقية الشركاء أن يترك الشركة ويبيع نصيبه للشركاء الباقين المطلوب تسجيل قيود اليومية اللازمة قيد اليومية اللازمة يكون كالآتي مليون ريال من حساب رأس مال زيد وانتبار أنه خرج من الشركة إلى مذكورين 500 ألف ريال رأس مال عمر و 500 ألف ريال رأس مال عدنان بمعنى أنه تم تحويل رأس مال زيد إلى الشركاء عمر و عدنان ونرى أن هذا القيد لا يصحر أي تدفعات نقدية تمت بين الشركاء بل الذي يظهر أو تتأثر به سيئلات الشركة النقل رأس مال الشركة الخارج إلى رؤوس أموال الشركاء الباقين الباقين